الحقيقة من الشعب الفلسطيني بيسطر ملحمة اعتقد انها ستظل محفورة في التاريخ باحرف من نور وهتقولولي انه في مذابح بتحصل وفي جرائم بتحصل وفي هولوكوست هولوكوست صهيوني بيحصل ضد الفلسطينيين حولوكو صحيح تماما مية في المية بس الحرية ليها تمن الحرية ليها تمن والشعب الفلسطيني قرر انه يدفع التمن بس فيه لقطة عبقرية حولها لحضراتكم دلوقتي هي سبب كلامي دلوقتي فيما يتعلق بالفكرة اللي انا عايز اوصلها لحضراتكم وهي اكبر من فكرة الصمود واكبر من فكرة الكفاح واكبر حتى من فكرة الاستشهاد تخيلوا ايه هي الفكرة هي فكرة الوطن الفلسطينيين وعوا الدرس وادركوا ان هما ما ينفعش يقعوا في نفس الخطأ مرتين ايه الخطأ اللي البعض وقع فيه الخطأ اللي حصل سنة 1948 العام المسمى بنكبة فلسطين ايه كان الخطأ انه مع الهجوم ومع الغزو ومع القصف ومع العدوان الصهيوني من جماعات الصهينة واتها الفلسطينيين اللي بيوتهم تهدمت سابوها ومشيوا اللي هو فكرة النزوع وده شيء طبيعي انسان لما بيلاقي المكان اللي هو فيه وبيته مهدد او بيته تهد او بيته زال او حتى فيه خطر ممكن يتهدده بيمشي ويروح يدور على مكان اكثر امانا زي فكرة اللاجئين مش بس الفلسطينيين زي اللاجئين اللي من بعض الدول اللي بينتشره في دول العالم بحثا عن مكان امن بدلا من البلد او الوطن الذي اصبح غير امنا بس ده لما حصل في سنة 48 حصلت النكبة النكبة ما كانتش في القصف ولا في الاستشهاد ولا في حالات الشهداء الكبيرة اللي حصلت النكبة حصلت لانه كثير من الفلسطينيين ساعتها خافوا فنزحوا من الارض وسبوا ارضهم والصهينة ساعتها عملوا حالة الاحلال عشان كده بيسمى قوات الاحتلال او دولة الاحتلال انها بتحتل الارض مش بس عسكريا لأ وبتحل كمان ناس مكان ناس وجابت اليهود من دول العالم واحلتهم مكان الشعب الفلسطيني شك كده هي دي اللي كان اسمها النكبة الان الفلسطينيون زي ما قلت لكم بيعوا الدرس بيضربوا الحقيقة ملحمة وبيسطروا عبقرية عزة ان يجود التاريخ بمثلها الاسرة الفلسطينية بيتها بيتضرب وبينهار وبيتحول الى انقاض ومع ذلك لا رحيل لا نزوح لا ترك احنا قاعدين عشان لا تتكرر النكبة مرة اخرى وهو ده اللي مجنن اسرائيل دلوقتي هو ده اللي مجنن اسرائيل يقولك انهي نوع بشر دول معاملين ايه من البشر دول بنخصفهم وصواريخ بتنزل عليهم وعلى روسهم زي المطر كل سانية وبيوتهم بتتهدم والحياة تقريبا بتختفي ملامحها ومع ذلك بصوا الصور والمشاهد والفيديوهات ده مكان ينفع بشر يعيشوا فيه دي اماكن ينفع الاسر تقيم فيها الطبيعي لا بالمنطق لا لكن بالفكرة الفلسطينية اه بصوا المرتبة والمخدة وسط الانقاض وسط الطوب والصخر والركام وسط الاطلال الفلسطينيون يواصلون حياتهم رغم كل شيء رغم الظلم ورغم الابادة ورغم القصف ورغم العجز الدولي والانحياز الدولي والصمت الدولي ورغم انعدام فرص الحياة ومع ذلك يبقى الفلسطينيون في اماكنهم وفي بيوتهم المهدمة ليه؟ كي لا تتكرر الغلطة كي لا تتكرر النكبة فكرة اننا سيب ارضي طعمة لدول الاحتلال عشان تعمل مكانها احلال ويجيب ناس مكانها مش هيحصل دي فكرة اقوى من النضال اقوى من الحياة نفسها فكين زمان كان فيه فيلم اسمه اغلى من الحياة دي فكرة اغلى من الحياة نفسها دي فكرة اسمها الوطن والحفاظ على الوطن عشان كده انا متأكد انه بالعقلية دي والنفسية دي والسلوك ده ربنا لن يخذل الفلسطينيين باذن الله ابدا مهما طال وقت الظلم والعدوان